أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا السعيد على أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية للاستفادة من خبراتها في تقديم خدمات متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري وخلال جولة ميدانية لمتابعة الجهود المبدولة لتطبيق استراتيجية الشبول المالي في قرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة الأقصر أكدت وزيرة التخطيط على أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة أولت اهتماما كبيرا بالنهج التشاركي وأكدت على أن عقد الشراكات يعد من الركائز الأساسية لعملية التنمية